اشتركوا في القناة الله عز وجل له على عباده نعم عظيمة كثيرة جليلة لا تعد ولا تحصى منها ما يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر ومنها نعمة هداية يهدي الله عز وجل إليها من شاء من عباده ومن أعظم تلك النعم أن يجعلك الله أيها المؤمن المبارك تدرك شهر رمضان فإن الذين سبقون إلى الله في قبورهم حيل بينهم وبين العمل بانقضاء أجالهم فبقي من كتب الله لهم أن يدرك رمضان كما من الله علينا وعليكم بإدراكه فنعمة إدراك الشهر نعمة عظيمة إذ ربنا يقول فمن شاهد منكم الشهر فليصم سنأتي بحديث نبوي صحيح يبين لنا فضيلة إدراك شهر رمضان المبارك بلي قبيلة عربية آمن بعض رجالها وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ممن قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته المدينة المنورة رجلان من قبيلة بلي هذا من الرجلان كان أحدهما مشتهدا في العبادة فجاءت غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام فغز مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم استشهد أخوه الذي آمن معه وأسلم معه وهاجر معه وقدم المدينة معه أمد الله في أجله عاما حولا كاملا فهذا استشهد وقضي أجله وهذا الآخر بقي بقي عاما بعد عام توفي بعد عام من وفاة صاحبه صديقه الأول الذي استشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام طلعة بن عبيد الله صحابي جليل رأى فيما يرى الناعم في الرؤية في المنام رأى هذين الرجلين ورأى كأنه واقف على باب الجنة وإذا بمناد ينادي هذين الرجلين لأن يدخلاء الجنة فنودي للذي بقي عاما قبل الأول يعني الذي استشهد دخل بعد أخيه بعد صديقه وأما الذي مات على فراشه فإنه دعي قبل أخيه ودخل الجنة ثم دخل أهل آخر فأصبح طلحة يرى أن الرؤية فيها شيئا عجب أن الرؤية فيها شيئا عجب فأخذ يقصه حتى بلغ الأمر حتى بلغ الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ النبي عليه السلام ذلك الأمر فلما سوء صلى الله عليه وسلم قال مجيبا مما تعجبون فأليس قد عاش بعده سنة قالوا نعم قال ألم يدرك رمضان ويصومه قالوا نعم قال ودخل المسجد وصلى وسجد قالوا نعم قال إن ما بينهما لأبعد ما بين السماع والأرض إذن فضيلة إدراك الشعر زاد بها هذا التقي على أخيه الذي مات شهيدا كلاهما على خير كلاهما على فضل كلاهما على بركة لكن هذا لما أدرك شهر رمضان كاملا وصامه خلصت نيته لله تقرب إلى الله بالعمل الصالح غدا وراها على المسجد صلى وصام وذكر الله وشهد ما شهد من مشاهد الخير بعد ذلك بعد ذلك توفي بعد عام من الأول فكان الملك يكتب والأعمال ترفع فزادت الحسنات والله عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون بهذا بإدراك الشهر فضل هذا على أخيه ونحن من الله عز وجل علينا ببلوغ رمضان إذ من الله علينا ببلوغ رمضان يجب أن نؤدي شكر هذه النعمة والشكر يقيد النعمة فنأتي لهذا الشهر فنعرف ما أجبه الله عز وجل علينا فيه فنأتيه وما ندبنا الله عز وجل إليه فنسابق فيه وما حرمنا الله عز وجل علينا فيه فنجتنبه بالكلية نتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر بالعمل الصالح شهر يعظمه الله يجله يجعله شهر خير وبركة ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه مضمار عظيم للوصول إلى رضوان الله عز وجل وغايته فإذا أعدت النظر أيها المبارك في هذا الحديث المبارك تبين لك أن الإنسان لا يبخس من عمله شيء وأن الأيام والليالي إن لم تكن عليك فهي بحمد الله لك وقد منى الله عز وجل عليك بإدراك شهر رمضان فاشتهد في العشر الأول ثم اشتهد في العشر الوسطى أكثر ما تشتهده في العشر الأول ثم اشتهد في العشر الأواخر أكثر مما اشتهدته فيما مضى من الشهر حافظ على حسناتك أكثر من الاستغفار تمنى على الله الخير سيأتيك من خلال هذا البرنامج المبارك زاد الصائمين بعض الأعمال الصالحة بعد التوطيع والتأسيس لما يمكن أن يقال عن شهر مبارك هو شهر رمضان تقبل الله مننا ومينكم واجعلنا الله إياكم من المقبولين إفطارا هنيئا بإذن الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر